بسم الله الرحمن الرحيم بإذن الله تعالى في هذا اللقاء سنتناول أدوات السطوع والتشبع هي أدوات تغير درجة السطوع ودرجة تشبع الألوان في المناطق التي تمر عليها الأداء وهذه الأدوات موجودة عندي في المنطقة هاي وهي أدات الدوجي تول أدات بيرن تول أدات اسبونج تول واختصارا من لوحة المفاتيح حرف الأو خلينا نبدأ في الأداء الأولى أدات تفتيح الألوان أدات دوجي تول وتستخدم هاي الأداء لتفتيح المناطق التي تمر عليها الأداء ومن خيارات الأداء ممكن أن أختار شكل الفرشاة ومن هذه أيضا القائمة بإمكاني أحدد الرينج نطاق التأثير عندي شادوز يغير المناطق الداكنة من التونز يغير المناطق متوسطة التدرج الرمادي الهاي لايتس يغير المناطق الفاتحة ومن خلال الكسبوجر بقدر أحدد مدى وقوة التأثير وعندي في المنطقة هاي بروتكت التونز يحد من درجة التأثير للمحافظة على درجة الألوان خلينا نبدأ بالشادوز بتعمل عملية تفتيح الظلال والأماكن الداكنة نغير تبدأ بتفتيح الأماكن متوسطة للإضاءة نغير تعمل على زيادة تفتيح المناطق الفاتحة خلينا نرجع الصورة لأصلها فايل ريفيد ننتقل الآن لأداء الثانية وهي أدات البرن تول أدات تغميق الإضاءة وتستخدم لتغميق المناطق التي تمر عليها هذه الأداء وكما هو الملاحظ بأنه لها نفس إعدادات وغصائص أدات الدرج تول أدات التفتيح خلينا الآن نعمل تغميق الظلال والأماكن الداكنة في المنطقة هاي نلاحظ نغير نعمل تغميق للأماكن متوسطة للإضاءة نغير نعمل تغميق المناطق الفاتحة أو الساطع نرجع الصورة لأصلها فايل ريفيد ونختار الأداء الثالثة وهي أدات التشبع سبونجي تول وهي تزيد أو تخفض درجة تشبع الألوان ومن خياراتها أنه أقدر أحدد شكل الفرشاة ونظام عمل الفرشاة ساتوريشن زيادة التشبع أو جي ساتوريشن تخفيض التشبع تحكم في درجة التبوحة من خلال فلو خلينا في البداية نبدأ بزيادة التشبع الألوان أنا عندي ساتوريشن في المنطقة هاي نلاحظ زيادة وضوح اللون خلينا نختار جي ساتوريشن تخفيض التشبع نلاحظ أنه قلد ظهور اللون واختفاءه الآن خلينا نطبق هاي الأدوات على صورة فيها حدة في السطوع والظلال وضعف وضوح الألوان ونشوف أثر استخدام هذه الأدوات نبدأ بأداة الدوجي تول مناطق الميت تونز مناطق الشدوز نروح لأداة البرمي تول منطقة الميت تونز نرجع لأداة الدوجي تول نعمل مناطق الشدوز نروح لأداة البرمي تول نعمل ساتوريشن نقلل الفلو تتابع خمسين في الميت تقريبا منطقة هاي ترجمة نانسي قنقر شكراً لكم بإمكاني أيضاً أن أتحكم في السطوع والتشبع من خلال قائمة يعطيكم العافية ونرجو من المولى عز وجل أن تكونوا استفدتم من هذا اللقاء